بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام علي أشرف المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تريعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد شاهدي الكرام أحييكم وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لبيان الحقائق العلمية في الآية رقم خمسة من سورة الحج والتي يقول الله عز وجل فيها مخاطبا الناس جميعا أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من طراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وقلنا إن هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أصل خلق سيدنا آدم عليه السلام من الطراب وأن الذرية تابعة لسيدنا آدم فالذرية أيضا مخلوقة من الطراب وتوقفنا عند النطفة الأمشاج وبعد كده حنتكلم بها يعني عن قول الله عز وجل مضغة مخلقة وغير مخلقة الآية دي يعني حيارة علماء اللغة والتفسير يعني مضغة مخلقة وغير مخلقة نشوف كده علماء اللغة لما جم متكلموا عن إيه هي المضغة المخلقة وإيه هي المضغة الغير مخلقة هل بدول مضغتين ولا هي مضغة واحدة يعني هل دي مضغة مخلقة ومضغة تانية غير مخلقة ولا هي المضغة نفسها لها وصفين إنها تكون مخلقة وغير مخلقة تعالوا كده نشوف عز وجلتان نشوف علماء اللغة وعلماء التفسير ونشوف العلم هيقول لنا إيه عشان يعني نصل إلى الحقيقة العلمية في هذه العلم الرغب الأصواني عليه رحمة الله قال أصل الخلق في اللغة يعني التقدير المستقيم ويستعمل فيه يعني يبقى الشيء ده فيه إيه فيه إبداع تقول مثلا كده إيه ده خلق المستقيم مبدع ومنها قول العز وجل بديع والسماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سابق والإمام الزمخشري عليه رحمة الله قال المخلق المستوى الملساء من إيه من أي نقص أو عيد وقال وخلق الله خلقا يعني أحدثه أو جدعه على تقدير أو جباته الحكمة في لسان العرب المضغة المخلقه هي تامة الخلق والغير المخلقه هي الغير تامة الخلقه أو المضغة الناقصة ومنهم من العلماء من قال مخلقه أي مصورة وغير مخلقه يعني أي غير مصورة في مختار الصحاح المضغة المخلقه تامة الخلق وغير مخلقة غير تهمة الخلق الفخر الرازي يقول يجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنسانا لقوله عز وجل يا أيها الناس إننا خلقناه هو الإمام الفخر الرازي قال هذا كلام له لأنه بعد قالوا المخلقة هو الإنسان اللي بيكتمل نموه وبعد كده ينزل قفل والغير مخلقة هو السقط يعني لو نزل السقط يبقى غير مخلقة لكن ممكن السقط يبقى مخلقة يعني هو حتى النطفة نفسها ما هي مخلوقة بقدر الله سبحانه وتعالى الطاهر ابن عشور علي رحمة الله قال مخلقة وغير مخلقة صفة للمضغة صفة للمضغة ده بيبقى طور من أطوار المضغة يعني المضغة دي بتاخد لها مثلا حوالي إيه من اليوم مثلا الثلاثة وعشرين اليوم الستة وعشرين أو لإيه اليوم التمانية وعشرين يبقى دي طور من أطوار المضغة لأن المضغة بتمر بإيه بعدة مراحل يعني أو عدة أطوار وقال دول وصفين للمضغة متلازمين لهذه المضغة اللي حيصير منها الإنسان لأن الخطاب في الآية المين للإنسان أو يا أيها الناس طيب علماء اللي التفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وده شيخ المفسري يعني كل المفسرين عيال عليه قال ناقلا عن عبد الله بن مسعود قال هي صفة للمضغة فأما المخلقة فما كان خلقا سويا وأما الغير مخلقة فما دفعته الأرحام أولى الكلام بالمضغة المخلقة والغير مخلقة المضغة من ناحية العلمية بقى عشان نفهم الكلام الأول بيبقى الجنين فيها يعني الحاجم بتاعه لا يتعدى نصف سنتي ومضغة قدر ما يمضغه الإنسان أو تلوكه الأسنان يعني قطرة لحمة صغيرة كده عشان كده سموها مضغة وبيتبان كأنها فعلا قطعة لحمة مضغة يعني عليها نطوئات فيها بروز فيها تجويف زي ما تكون مثلا إنت كده بيطعم دق قطعة من اللادن أو الليبان يعني تجد فيها إيه نطوئات وتجويف وبروز وحاجات زي كده وبتتغير من حال إلى حال وده ده حقيقة هو وضع المضغة يعني بتتغير من حال إلى حال أو كل شوية لأن بيظهر فيها يعني إيه تخليق جديد في الأول بتبقى زي ما يكون ملساء ما فيقاش أي حاجة بعد كده يتطلع لها نطوئات والنطوئات دي تطلع مثلا بعد كده إن شاء الله وبقدر الله اليدين الرجلين العينين الشفاتين بقي الأعضاء الداخلية بتاعة الجسم طيب اللي بيخلي بقى يعني المضغة دي إنها مخلقة وغير مخلقة من دراستنا لعلم الأجنة وجدنا إن البيضة المخصبة اللي هي النطفة الأمشاج وهي نزلة من قناة فروب أو قناة المبيض بيحصل لها تغيرات بتحصل لها انكسامات ثنائية خليتين أربعة تمانية ستاشر إلى أنتصل إلى مرحلة بنسمية التوتا أو المريولة وبتنزل تنغرس في جدار الرحم بتبقى في الحالي اسمها إيه؟ علقة خلاص ثابت أو تركت وصف النطفة الأمشاج بقت علقة تعلقت بجدار الرحم بيحصل لها تطوير تاني بيتكون فيها خلايا جنين داخلية أو الكتلة بتاع هاي الخلايا اللي عنها زي القورة دي بيحصل تغير فيها بيكون بقى فيها زي تقويف بعدين بقى فيه خلايا خارجية وفيه خلايا داخلية خلايا الداخلية دي Freshman هذه اللي بيكون منها الجنين الخلايا الخارجية اللي هي بتقول بسمها توروفو بلاست أو الخلايا اللي هي هتنغرس أو هتعمل المشيمة اللي هتنغرس في جدار الرحم عشان بعد كانت تعمل الحبل السري عشان الجنين يتغذى من ايه من دم الام خلايا الكتلة الجنينية وبنسمها الانرسيل ماس ديت على الجنين دي خلايا جذعية يعني ايه خلايا جذعية يعني خلايا كل شوية يطلع منها مجموعة من الخلايا ومجموعة من الطبقات وكل طبقة لها ايه لها وظيفة محددة تقوم بها يعني مثلا بيتكون حاجة عندنا من هذه المضغة حاجة اسمها القديم الضايري او الطبقة الخارجية وبعدين الطبقة المتوسطة وبعدين الطبقة الداخلية كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث لها يعني اعضاء بتكونها او خلايا بتكونها يعني مثلا القديم الضاهرة او الطبقة الخارجية مثلا بتعمل لي الميلانوسيت او الخلايا السباغية بتعمل لي الخلايا العصبية والدماغ وال испل الشوكي بتعمل لي خلايا البشرة او الجلد الخلايا مثلا بتاع الطبقة الوسطى بتعملي العضلات المنساء بتعملي خلايا الدم الحمراء بتعملي خلايا الكولة خلايا العضلية بتاعت الجهاز العضلي بتعملي خلايا العضلية بتاع القلب والأديم الباطن بيعملي خلايا الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والغدد الصماء زي الغدد الغدد الدرقية طيب من هذه اللي خلى الخلايا دي بقى تتميز كده يعني اللي خلى كل طبقة يبقى لها دور وتعمل لي خلايا متميزة عن الطبقة التانية يبقى هنا في الحتة دي قصل نوع من التميز يعني الخلايا بتاع الطبقة الظهرية تعمل حاجات معينة ما تعملهاش الطبقة المتوسطة ولا تعمله الطبقة الداخلية يبقى المضغة هنا في التوقيت ده بتبقى مقدرة ومفعلة إنها تعمل خلايا معينة وأعضاء معينة وأجهزة معينة وطبقة تانية من خلايا غير مقدرة وغير مفعلة إنها تعمل لي اللي بتعمله خلايا الطبقة الأولى أو الطبقة التانية أو الطبقة الثالثة وهكذا يبقى إذن هنا في النهاية حنجد إن هذا التميز اللي ربنا جعله في المضغة إذا في خلايا هتعمل حاجات وما تعملش حاجات تانية وخلايا تعمل أعضاء وما تعملش أعضاء أخرى طب إيه اللي بيخلي التميز دو شو بقى سبحان الله في حوالي الخمس سنين أو العاشر سنين الأخرى دون العلماء درسوا حاجة اسمها جينات الصندوق يعني إيه جينات الصندوق ووجد إن فيه جينات موجودة على الحمد النووي بتاعة المضغة دي هي اللي بتخلي خلايا تتميز وهي اللي بيتحرك كل خلية إنه يبقى مثلا تتخصص دي تعمل لي خلايا دم دي تعمل لي خلايا عضلية دي تعمل لي خلايا حواصلات هوائية في الفرنئتين مثلا دي تعمل لي أنابيب كلوية اللي بيخلي الخلايا تتخصص في هذه الصفات أو هذه الخلايا المعينة أو المتخصصة جينات اسمها جينات الصندوق محدش كان يفهم يعني إيه مضغة مخلقة أو غير مخلقة لو لا أن العلماء درسوا هذه الجينات دي جينات الصندوق وعرفوا إن هذه الجينات هي اللي بتطلع وتميز للخلايا وتفصلها لعن بعضها وتخلي للمضغة في حد ذاتها برغم إن كل خلية في المضغة فيها 46 كروموسوم اللي إنه في خلايا بتشتغل فيه توقيت ولا بتشتغلش فيه توقيت أخر حتى بعد البلوغ يعني مثلاً مثال بسيط الجنين بيتولدوا معايا الخلايا الجنسية الأولية فيه الخصيتين وفيه المبيضين لكن بيشتغلوا إمتى بعد البلوغ يبقى هنا فيه أوردر بيجيلهم سبحان الله الغدن النقمية تفرز تساعد على إفراز هورمونات جنسية تشغل الخلايا اللي كانت موجودة فيه اللخصيتين أو فيه المبيضين يبقى فيه توقيت زمني توقيت بيولوجي من أعلم هذه الخلايا بهذا التوقيت الزمن وهذا التوقيت البيولوجي رب العز سبحانه وتعالى الخالق المقدر هو اللي جعل المضغة فيه هذه الصفة أو صفتان من أكون مخلقة وغير مخلقة حتى لغاية ما يموت الإنسان لأنه بيموت وبعد كده بيبعث لأنه عنده حاجة اسمها عجب الزنب جي من هنا عجب الزنب ده من بقايا خلايا المضغة اللي كونت وهو جنين أكتفي بهذا القدر وهي لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة يا شكرا لكم